أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف القطاعات الحيوية بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مشيرا إلى استمرار تعزيز شراكة الفاعلة مع القطاع الخاص من خلال مختلف المشاريع والخطط التنموية التي تصب في صالح الوطن والمواطن وتعود بنفعها على الجميع جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظ الله بقصر الرفاع اليوم بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين السعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين حيث نوه سموه بدور القرفة في دعم مسارات التنمية في مملكة البحرين وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيس للاقتصاد لافتا إلى أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد للمضي قدما بخطة التعافي الاقتصادي وفق أهدافها الموضوع بما يصهم في الدفع بعجلة التنمية لخير الوطن وأبنائه وشيرا إلى أن ما تحقق من منجزات اقتصادية على كافة الأصعدة يتطلب تكثيف الجهود لتحقيق المزيد بتكاتف الجميع لفتح أفاق أرحب من الفرص الواعدة أمام المواطنين في مختلف المجالات من جانبه أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن شكره وتقديره لنائب جلالة الملك ولي العهد على ما يوليه من اهتمام وحرص على تعزيز إسهامات القطاع الخاص في مسيرة التنمية المستدامة منوها بالدور الداعم لسموه تجاه القطاع الخاص بما يسهم في تنمية أدواره وإمكاناته ترجمة نانسي قنقر